بسم الآب والابن الروح الكدس الإله لوحد أمين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التزبيح بدأنا كلامنا في الحلقة اللي فاتت عن البخور وتقديم البخور في الكنيسة وعرفنا أن ده امتسال لأمر صريح من ربنا لموسى النبي في سفر الخروج وعرفنا أن احنا بنقدم البخور في الكنيسة مش زي الوسانيين لكن زي الملايكة زي ما علمنا سفر الرؤية مش كل أنواع البخور بنقدر نقدمها في كنستنا الإبطية لا يجوز أن احنا نقدم في الشرية بخور من أصل حيواني يعني مهما كان ريحته حلوة زي العنبر مثلا ما نقدرش نقدمه في الكنيسة لأنه من أصل حيواني لازم البخور اللي أن نقدمه في كنستنا الإبطية يكون من أصل نباتي ملوش أي علاقة بالحيوانات فلأنه سيد المسيح بقى هو زبيحتنا الوحيدة زبيحت العهد الجديد وأبطلت الزبائح الحيوانية في العهد القديم فهكذا حتى البخور اللي جاي من الحيوانات ما بنقدموش في الكنيسة وبنكتفي بالبخور اللي من أصل نباتي زي الصندروس زي لبان الجاوي زي العود وغيره من أنواع البخور اللي من أصل نباتي البخور في كنستنا الإبطية تقديمه عمل كهنوتي يعني الكاهن فقط هو اللي يقدر يقدم البخور شيء خاص بالكاهن فقط هو طقس بيحمل معاني روحية بحلول ربنا وسط الشعب بتاعه وتقديس للمكان العبادة أو للكنيسة اللي احنا بنصلي فيها الأداس أو الليتورجي ولما بترتفع كده سحابة البخور من الشورية بنشعر كده ان احنا ماشيين مع الشعب المختار تحت ظل عمود السحاب اللي كان بيزهر لهم في العهد القديم في سينة أو ماشيين مع بطرس ويعقوب يوحنى فوق جبل التجلي مشمولين كده بمجد المناظر الالهية فبيكون شيء جميل وإحنا وقفين نصلي الأداس أو الليتورجية والبخور حوالينا طقس رفع البخور بيكون في العشية وفي باكر هو طقس بتعود أصوله للبخور اللي كان بيرفع في المساء والصباح في خيمة الاجتماع وبعد كده في هيكل سليمان على مسبح البخور والفرق الوحيد اللي ما بين خيمة الاجتماع وهيكل سليمان وبين كنيسة العهد الجديد النهاردة إنه زمان كان فيه مسبح مستقل للبخور ومسبح آخر للزبيحة والتنين موجودين برة كدس الأقداس لكن دلوقتي في كنيستنا لأن الحاجز المتوسط اللي كان حاجز ما بيننا وما بين كدس الأقداس اللي هي الخطيئة اللي هدمها السيد المسيح بالصريب خلاص بقى عندنا مسبح واحد بنقدم عليه زبيحة البخور وكمان بنقدم عليه زبيحة العهد الجديد الخبز والخمر اللي بتحولوا مع صلوات الأقداس إلى جسد ودم السيد المسيح ونستعمل البخور أو نبخر في كل أجزاء الكنيسة يعني تلاقوا أبونا بيبخر فوق المسبح في بعض المحطات في الأقداس وده إشارة لعمل الروح الكدس في تقديس الأماكن وحلول نعمة ربنا في هيكل الكنيسة أو في هيكل كدس والتنبيه أن ربنا حالل أو موجود معانا في المكان تلاقوا كمان أبونا بيبخر قدام الأيكونات وده بيشيل لصلوات الملائكة والقدسين أصحاب الأيكونات دي قدام ربنا على شنة وإن إحنا في شركة معاهم الكنيسة المجاهدة اللي على الأرض والكنيسة المنتصرة اللي وصلوا دلوقتي الفردوس وكمان فيها معنى تكريم الروح الكدس اللي عمل في القديسين دول ويقدسهم عشان يتموا الجهاد بتاحهم فما ببخر قدام آيكونة قديس أنا مش بعبده أنا بكرمه بأكرم الروح الكدس اللي عمل فيه لحد ما ماته أو لحد استشهاده ورمز إن الكدس ده بيرفع الصلوات بتاعتي أو بيتشفع لي قدام ربنا كمان تلاقوا أبونا في بعض المواقف الأداس بينزل يبخر حوالين الشعب هو تقديس الأفراد اللي حاضرين الأداس وطلب لرفع غضب الله عننا كلنا بسبب الخطيئة وده شفناه في العهد الأديم في سفر العدد إصحاح 16 رفع الوباء بسبب الخطيئة فلما أبونا يمشي يبخر في وسط الشعب حتى في الطقس الأديم بتاع الكنيسة إن أبونا يحط إيده أو يحط الصليب على رأس كل واحد من الواقفين يصلوا كنوع من أنواع إعطاء البركة لهذا الشخص اللي واقف يصلي في الكنيسة وزي ما البخور عبارة عن سحابة كده بتصعد لفوق هكذا إحنا بنؤمن إن سلواتنا بتصعد لربنا مع هذا البخور وزي ما البخور في الكنيسة رحته حلوة فإحنا وصقين إن ربنا بيقبل سلواتنا كرائحة زكية وزي ما البخور ما بتظهرش رحته إلا بالنار إلا لما بيتحرق على الفحم في الشرية هكذا كل إنسان مؤمن ما تظهرش أبدا سرته العطرة إلا بالتجارب والألام وزي ما البخور بيطرد الروائح الغريبة الروائح اللي مش كويسة هكذا الصلوات المقبولة بتطرد الشر وتطرد الأشرار من حياتنا ولما الإنسان المؤمن بيشتم رائحة البخور الزكية دي زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت بنخش في حالة روحية جميلة الحواس كلها مشغولة كلنا في حالة حاسين بوجود ربنا وحاسين إن احنا موجودين في حضرته فبيكون لها إيمة عملية في الصلاة كمان تلاقوا أبونا في بعض المواقف بيبخر للكهنة يعني نوع من أنواع أخذ البركة وأخذ الصلوات من الكليروس اللي موجودين في الكنيسة وقت القداس قديس يحنى كاسياني يقول لنا كده حينما يبخر الكاهن أمام رئيس الكهنة أو المطران أو الأسكوف أو الخري إبسكوبوس يعني مساعد الأسكوف فهو لا يبخر أمام إنسان عادي بل أمام إنسان فيه روح الله ويعطيه للآخرين والبخور إنما يقدم للروح الله والسلطان الإلهي الذي يحمله فأنا ببخر لسيدنا ولا ببخر لأبونا شريكي في الأداس مش ببخر للإنسان لكن ببخر لروح الله اللي جوه هذا الإنسان بنبخر بإيه وبنقدم البخور إزاي بنقدمه فيه الشورية وعشان كده مهمة قوي إن احنا نعرف معنى الشورية ونعرف التركيب بتاعها وكل جزء من الشورية بيشير لإيه شورية كلمة متاخدة من الكلمة الإبطية تي شوري تي شوري انتوا عارفين الكلمة دي وبتسمعوا لحنة الشورية اللي بيتقال في الأداس للعضرة معناه المجمرة فشورية أو مجمرة أو صحن زي ما سماه سفر العدد إصحاح سبعة أو جام زي ما سماه سفر الرؤية إصحاح تمانية كل دي أسماء للشورية اللي بنستعملها في الأداس عشان أبونا يقدم بيها البخور أحياناً تصنع الشورية دي من الدهب وأحياناً من الفضة أو من المعدن وشكنها معروف في كنيساتنا الإبطية الأرتدوكسية بين كوسين الشورية في الكنيسة الإبطية ما بدأتش بالطريقة دي ما كانتش ليها الشكل ده زمان قوي لكن اتطور الشكل اللي غيرت مستقرينا من كرون طويلة على هذا الشكل بتاع الشورية وبقى كل جزء من الشورية له رمص فنبدأ بالخطاف ده الخطاف اللي فوق ده ده بيشير للسيد المسيح اللي هو تنازل وجهه من السماء إلى الأرض بالتجسد تلقى الخطاف جاي من فوق نازل كده لتحت بعد كده بينزل بثلاث سلاسل الثلاث سلاسل دول إشارة إلى السلوس الكدوس والثلاث سلاسل مرتبطين مع بعض في جزء واحد إشارة إلى وحدانية هذا السلوس احنا بنقول باسم الآب والابن والروح الكدوس الإله الواحد أمين السلاسل دي موجود فيها جلاجل موجود فيها أجراس الجلاجل دي لتنبيه المؤمنين للعبادة وتنبيههم للعمل الروحي واليقظة أثناء الصلاة أبونا كده وهو بيبخر بالشورية بيطلع صوت عشان اللي نايم في القداس يزحى كمان الشورية ليها قبة اسمها القبة العلية القبة دي اسمها القبة العلية بتشير للسماء اللي نزل منها السيد المسيح للأرض متجسدا كمان الشورية ليها تجويف الجزء التحتاني ده اسمه التجويف وده بيشيل لبطن الستة العدرة وأحشائها الكلية القداسة وكلية التهارة اللي حل فيها الله الكلمة أو أكنوم اللوجوس بنحط في التجويف ده البخور وده في الوقت ده بيكون أشارة للمسيح المتجسد وهدايا المجوس كان من ضمنها اللوبان وحتى حروط الدفن كان من ضمنها اللوبان أو البخور بنحط كمان في تجويف الشورية دي الفحم اللي هنحرق به البخور وده بيشير إلى ناسوت المسيح الجسد اللي هو طبيعتنا البشرية والفحم ده بنشعله بالنار والنار ده بيشير إلى اللهوت لهوت المسيح لأن إلهنا نار آكلة زي ما علمنا بولوس الرسول في عبرانيين 11 والفحم لما يشعل بالنار يبقى اسمه جمر فبنحط في بطن الشورية بنحط الجمر اللي هو الفحم المشتعل بالنار وده بيشير إلى كمال اتحاد اللهوت بالنسوت في شخص السيد المسيح زي ما علمنا أبا الكنيسة أنه له طبيعة واحدة من طبيعتين فالشورية بكل أجزاءها بتشير للسيد المسيح بشكل ما وإحنا بنستعمل الشورية دي في تقديم البخور في الكنيسة بتاعتنا أعظن أن احنا مشتقين بقى نتكلم عن طقس رفع البخور وخطوات طقس رفع البخور اللي هو بداية صلوات القدس الإلهي لكن خلينا نبدأ في الموضوع ده بنعمة ربنا الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعاننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر